هل ستستانف المشاورة أم لا؟ سؤال يسيطر على المهمة المعقدة أمام المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعي الولد الشيخ الرامية إلى إعادة طرفي المشاورات إلى مقر عقادها في الكويت لم يخرج الجميع إلا بسهراب من جولات المشاورات الماضية مع الميليشيا كما قال الرئيس عبد الربو منصور هادي للمبعوث الأممي بما في ذلك أطول هذه الجولات التي كانت قد رفعت لمدة 15 يوماً لظروف الإجازة والتشاور أو لدخول مرحلة جديدة وفقاً لتوصيف ولد الشيخ كل المؤشرات تدل على أن مشاورات الكويت لن تستأنف على الأقل في الموعد الذي حدده المبعوث الأممي وقد لا تستأنف أبداً إذا أصرت الحكومة على موقفها بشأن ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 موقف سانته الأحزاب الرئيسية وتيار رئيسي بحزب المؤتمر الشعبي العام في بيان مشترك ضمنته هذه الأحزاب أربعة مطالب أساسية تشمل الالتزام الصريح من قبل الميليشيا بتنفيذ القرار الأممي دون شروط مسبقة وبإشراف دولي وإقليمي وتنفيذ الميليشيا لتعهداتها في جولة بيان السويسرية والالتزام بالمحاور الخمسة لأجندة المشاورات حسب التراتبية المنطقية لها وتحديد سقف زمني للمشاورات يلتزم به الطرفان ذهب ولد الشيخ إلى صنعاء في مهمة لا أفق لنجاحها قادما من الرياض حيث وجد تصلبا من جانب الحكومة بعدم تكرار الخطأ الذي وقعت فيه قبل الذهاب إلى مشاورة الكويت مهمة ولد الشيخ المعقدة جعلت من السئناف مشاورة الكويت تحدا آخر في طريق فرض الحل السلمي أمر دفع بالسفير الفرنسي ونائبي السفيرين الأمريكي والبريطاني للتحرك لدى الرئيس والحكومة في محاولة على ما يبدو لإنقاذ مشاورة الكويت من هير وشيك ويرى المراقبون أن الحكومة تحاول عدم تكرار خطأها القاتل بالذهب إلى مشاورات بلا أجندة أو وفق زمني أو ضمانات يأتي ذلك بعد أن أجهضت محاولة عبر مجلس الأمن لفرض خارطة طريقا لا تحقق السلام بل تطح بالحكومة وبفرص السلام وتطيل أمد الإنقلاب في بلد لا يحتمل مغامرة جديدة بهذا القدر من الخطوة موسيقى